هيكون مطول وجميل ورائع لان طبعا عن النادي الاهلي لانه الحقيقة ماتش مبالح ماتش رائع ماتش يعني مش جديد عن النادي الاهلي مش جديد ان هو يكسب مش جديد مش جديد ان هو يوصل للمباراة النهائية مش جديد لان التاريخ والارقام بيقولوا كده ما نيجي نبص النادي الاهلي وعدد وصوله للنهائيات في اخر سبع سنين يعني او ثمان سنين سبع مرات حاجة يعني يعني مفيش نادي في العالم ممكن يكون بحق الارقام دي طبعا حقيقة مجهود كبير جدا من الجهاز الفني واللعبين والادارة عشان نوصل دائما بالنادي الاهلي للمنطقة دي لكن هتكلم بالاخص مبارح على حلوة جمهور النادي الاهلي حلوة وزايدة حتة لا مش حتة ده حتة كتير حقيقة يعني حتة وراء التانية وراء التالتة وراء الرابعة حقيقة جمهور النادي الاهلي هو الدعم الاول لفريقه الدعم الاول لدديه ومتعة مشاهدة الجمهور في الملعب بالتشجعاته بتفاصيل كتير وبدخلاته في الملعب بامور كتير جدا فيه اللقاء كانت سبب مهم جدا للتحول للعبين فيه الملعب ودايما عملية التفويق من جمهور للعبين سبكم بقى من الهدف اللي جيه وتلغى اه ده كان جزء مهم جدا فيه حالة الفوآن اللي ظهرت للعيبة لانه انظار لكن رقم واحد هو جمهور الاهلي واثنين جمهور الاهلي وثلاثة جمهور الاهلي لانه هو فعلا يعني فعلا بيفوق ما هو يا جماعة كورة في عدم موجود الجمهور هتلاقي الملعب نايم اللعب الخطأ واثنين وثلاثة وشغالين عادي ما فيش مشكلة ما فيش حد بحسبنا فماتش زي ده بالعدد الجماهير اللي احنا شفناه النهاردة وانا شايف ان هو يمكن كمان قزياد من خمسين ولو قلتلهم مية ومية وعشرين جمهور الاهلي موجود هتقول لهم تعالوا هيجوا هيجوا عشان ده فرقتهم وبيحبوها الصغيرين والكبار زي ما انت شافين كده الصغيرين والكبار والشباب والبنات يعني كل الاعمار وكل النوعيات موجودة الغاني والفقير يعني كله كله لان كله بيجتمع على حب فريق هو الاعرق في قارة افريقيا والاقوى في قارة افريقيا من وجهة نظري باللي احنا شايفينه الحقيقة لان هكلمكم على الترجي وسان داونز الحقيقة ووصول الترجي ونلازم نبريكلهم برض لانه فريق عربي شقيق ولكن في المبارة النهية احنا نتمنى بقى وبنتكلم على نادينا هو النادي الاهلي ان شاء الله الحصول على البطولة على حساب الترجي ومش جديدة برضو عن نادي الاهلي الحصول على البطولة على حساب اندية عربية سواء الوداد الترجي صفقصي يعني النادي الاهلي عنده بقى الحقيقة كبير جدا في التغلب على الاندية العربية فيه او الاندية شمال افريقيا فيه البطولات او بطول الدوري الابطال بالاخص هتقول لي بقى كان سان داونز كانت الأمور صعبة لا هتبقى برضو نفس الأمور الأهلي ما بيهموش أي حد في المباراة النهائية خدناها من سان داونز في المباراة النهائية في 2001 يعني الناس اللي تتكلم لو كان سان داونز كان وصل بقى المباراة النهائية كان هيبقى حال إيه للفريد أهلي والجمهوري الأهلي كان هيبقى مبسوط وواصق من فريته ومتأكد إن ما بيوصل للمباراة النهائية بيبقى فيه شيء آخر في طريقة اللعب وشكل الأداء والروح وكل التفاصيل اللي ممكن تشوفها في مباراة هتكون الفايصل فيها كرة القدم والرجولة اللي عيبت النادي أهلي رجالة جدة هذكركم 2001 المباراة النهائية النادي الأهلي تعادل هناك ثم فاس فيه القائرة 3 ده أنا بكنا مع سانداونز لأن هجيلكم على الحقيقة الترجي ثم يعني ممكن الترجي ممكن أو سانداونز ممكن أخد بطولة فيه مباراة نهائية من النادي الزمالك فقط في مباراة نهائية لكن من النادي الآلي كان صعب جدا أنه ياخد منها احنا طبعا كنا نتمنى النادي الزمالك هو اللي يحصل عليها لكن هو تفوق في المباراة النهائية ولكن في الآخر الأفضل هو اللي بيحصل على البطولة الأفضل هو اللي بيوصل لمباراة النهائية زي ما انتم شايفين كده يا جماعة ده تاريخ كبير جدا ومش عشان الواحد يعني لعف النادي الآلي وحصل على البطولات مع النادي الآلي لا ده حقيقي موجود لما نيجي نبص لأرقام يعني 17 مرة نهائي دوري أبطال يعني رقم رقم حقيقة ده بيعادل وصول الريال مدريد لدوري أبطال أوروبا النهائي لنهائي دوري أبطال أوروبا فأنت برضو ماشي مع الأندية الكبيرة اللي في العالم في تاريخها وفي أرقامها بنتكلم سبع نهايات في آخر 8 نسخ برضو حاجة ما حصلتش هاتلي نادي في أفريقيا وصل للمرحلة دي ما دي برضو جزء مهم عشان كده وإنت بتيجي تلاعب فرق في المبارات النهائية أو دور قبل النهائي بيبقوا عارفين وخايفين ومرعوبين يعني خلينا اتطفق على كده لأنه عارفين النادي قالي بيعرف يلعب ازاي وبيتعامل مع المبارات دي ازاي أنا مش بتكلم بمشاعر انتمائية أنا بتكلم بعقلانية وفاهم أنا بتكلم على ايه وعارف التاريخ والأصول عاملة زاي بتوصل للعيبة حتى اللي لسه في العهد الجديد طيب ما شاء الله النادي الأهلي حتى الآن يعني في النسختين اللي فياتوا عشرين مباراة ما تغلبش ولا لقاء فبالتالي ده برضو بيوصل لألخص اللي احنا بنتكلم لأن في ناس مباراة الكلمة قالت لك لو الهدف كان جيه او تحسب اين كان بقى هو هانبول مش هانبول لو كانت حسب كانت ممكن نتيجة اللقاء تتغير لا واضح جدا ان العيبة الأهلي كانت بتوصل ولكن كان عندها سوق توفيق او تصرع ولكن كان الهدف جاي جاي سواب كان هدف تعادل او الهدف التاني والتالت في الاخر المباراة انتهت تلاتة فانت لو حسبت الجول ده طبعا في ناس هتحدث تقولك اللي انت بتقوله ده لو حسبت الجول ده كان العيبة الأهلي هتجيبي التلات تجوال دول بأمانة يعني طبعا اربعة عدلات فقط حتى الآن في النسختين 19 هدف هو اقوى خط هجوم في الفرق في دور الابطال حاجة طبعا تتحسب لفريق كبير في بعض الناس برضو بتطلع تقولك البطولة بقى الضعيفة البطولة مش دي دور الابطال ماها جماعة ماها تاريخي برضو بقالوا عشرين سنة بمنطقة القوة ولولا النادي الالف وقت بالوقات اعتذر عن بطولات افريقيا كان العدد كان هيبقى يعني في اللمون زي ما بنقول يعني كان هيبقى اكبر من كده بكتير عدد الحصول على البطولات البحث عن بطولة ثم بطولة ثم بطولة هو هدف النادي الاهلي وجمهوره وقدرته ولعبته باختلاف الاجيال فبالتالي دور الابطال ضعيف قوي انا ببحث عن بطولة حتى لو دخلت بطولة ودية ولا احنا مش عارفين اكيد كله عارف يعني النادي الاهلي بيبحث دائما على اشتركوا في القناة